السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور وطلاب الصف السادس الامتداء إن شاء الله حبيب الشطار هنبدأ مع بعض حل تمرين الدرس كام للدرس الرابع وهنبدأ بالسؤال رقم واحد طبعا الكتاب أو الملخص ملخص مين الأضواء بيقول لك أوجد حاصل ضرب مايدي مستخدمة للتحويل إلى كسور احتيادية أو كسور غير فعلية كما بالمثال والله يا أستاذ الأمور بسيطة بنكتب العدد الأول من غير علامة منزوع العلامة ونعمل تحت شرط يتكسر عندي بعد العلامة رقم واحد يبقى نكسم على عشرة ولو رقم مية نكسم على مية تلات أرقام ألف في العلامة فيه زي ما هي برضو الرقم الثاني يا أستاذ نكتب إياه منزوع العلامة يعني 36 وعندي رقم واحد بعد العلامة يعني نكسم على كام على عشرة بالنسبة للمقامات ضربهم ساهل يا أستاذ 10 فعشرة في مية يدينا مية أما بالنسبة يا أستاذ للبصلر 14 و36 نضربهم باستخدام الخوارزمية المعيارية نكتب الرقم الكبير الأول اللي هو 36 ضرب نكتب تحتير رقم الصغير اللي هو 14 ونبدأ يا أستاذ ضرب نبدأ في الخانة رقم واحد مرة الأربعة نضربها في الستة ومرة نضربها في الثلاثة أربعة في ستة بأربعة وعشرين نكتب أربعة ونطلع بالاثنين وأربعة في ثلاثة باثناشر ومعاك اثنين يبقى كام 14 تمام نكتب الأربعة عشر كلها لأنه ما فيش حاجة تاني نخش على الخانة رقم اثنين اللي هي الواحد يبقى أول حاجة تعملها تدي انظار بالصفر في الخانة رقم واحد يعني أنت كده بتقول لنا دخلت في الخانة رقم اثنين واللي عملناه في الخانة رقم واحد نعملها في الخانة رقم اثنين نضرب الواحد مرة في الستة وواحد في الثلاثة واحد في ستة بستة والواحد في ثلاثة بثلاثة ونبدأ مين نجمة تمام أربعة زائد صفر أربعة وأربعة زائد ستة عشر صفر ومعايا الواحد واحد واحد اثنين وثلاثة خمسة يبقى الناتج خمسمية وكام خمسمية وأربعة تمام نكتب البسط زي ما هو خمسمية أربعة المقام كام يا أستاذ مية أنا نضع العلامة بعد رقمين لو عشرة نضحها بعد رقم واحد ألف ثلاث أرقام مية بنضحها بعد رقمين هدي لك رقم اثنين وبعدك ده نضعها العلامة يارب يكون وصلت وندخل على السؤال الثاني طيب نبدأ يا أستاذ في المثال الثاني هنكتب العدد منزوع العلامة اللي هو ستة وسبعين عندي رقم واحد بعد العلامة هبا نقسم على عشرة فيه نكتب الرقم الثاني منزوع العلامة نين واربعين عندي رقم بس بعد العلامة نقسم برضه على عشرة المقامات ضربهم سهل يا أستاذ 10 في 10 بكام بمية ناخد يا أستاذ البسط نضربها هي باستخدام الخوارزمية نكتب الكبير من فوق 76 ضرب الصغير الصغير اللي هو 42 تمام نبدأ نضرب نبدأ في أول خانة لتنين نضربها مرة في الستة ومرة في السبعة 2 في 6 في 12 2 معيها الواحد 2 في 7 14 ومعك واحد 15 كده هنخش في الخانة رقم 2 يبقى نضرب الصفر في الخانة رقم 1 4 في 6 بـ 24 4 ومعك واحد لتنين و4 في 7 بـ 28 28 واثنين 30 اكتب 30 ونبدأ نجمة 2 وصفر 2 وخمسة وربعة تسعة واحد وصفر واحد والتلاتة مليهاش مناظر تنزل يبقى الناتج هنا 3 واحد تسعة اثنين في عندك مية في المقام يبقى نحط العلامة بعد رقميا عد رقميا أدلك 1 و2 ونحط العلامة 31 صحيح و92 جز من ما كمان نسأل عشان نتدرب أكتر طيب نبدأ يا أستاذ في السؤال الثالث نكتب العدد منزوع العلامة 17 على عندي رقم بعد العلامة نكسم على 10 ضرب نكتب برضو التاني منزوع العلامة 45 على رقم بعد العلامة نكسم على 10 لاحظ إن المقامات ضربهم ساهل 100 10 في 10 مية ناخد البسط يا أستاذ نضربها بالخورز 100 نكتب الكبير الأول 45 نضربها في الصغيرة اللي هي كام 17 ونبدأ يا أستاذ نضرب نبدأ بالخانة رقم 1 5 في 7 بخمسة وثلاثين 5 ومعاية 3 و7 في 4 بـ 8 وكم 7 في 4 بـ 28 28 وثلاثة واحد وثلاثين ونخش في الخانة رقم 2 نبدي أنظار بالصفر في الخانة رقم 1 1 في 5 بـ 5 و1 في 4 بـ 4 نبدأ نجمع 5 وصفر خمسة وواحد وخمسة ستة وثلاثة واربعة سبعة يبا ناتج 765 765 عندك 100 في المقام يبا نضع العلامة بعد رقمين واحد واثنين نضع العلامة طيب نخش على السؤال اللي بعده نكتب الرقم منزوع العلامة نبدأ يا أستاذ هنا في السؤال رقم 4 نكتب العدد منزوع العلامة 85 عندي رقم 1 بعد العلامة نكسم على 10 في نكتب العدد 36 منزوع العلامة عندي رقمين بعد العلامة نكسم على كام 100 اللي تحت ضربهم ساهل نكتب عندي كم صفر تحت 3 ونضرب الأرقام واحد في واحد بواحد طيب نيجي نضرب يا أستاذ اللي فوق نكتب الـ 85 الكبير الأول ونكتب تحت تيها الـ 36 الصغير نبدأ نضرب نبدأ بالخانة الأولى نجمة صفر وصفر صفر واحد وخمسة 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 عشرة صفر ومعين واحد واحد واثنين ثلاثة يبقى ثلاثة ثلاثة وخمسين الآثة آلاف وخمسون عندك ثلاثة ألف المقام يبرر العلامة بعد ثلاثة أرقام واحد اثنين ثلاثة ونرح وضع العلامة كده يبقى ثلاثة صحيح وخمسين جزء من ألف وندخل على السؤال الخير طيب نبدأ هنا يا أستاذ نكتب العدد منزوع العلامة اللي هو تسعة عشر على في رقم بعد الألامة أبع عشرة في نكتب الرقم الثاني اربعة وخمسين منزوع العلامة في رقمين يابمية اللي تحت ضربهم ساهل ألف نبدأ ناخد اللي فوق يا أستاذ نضربهم بالخوارزمية نكتب الكبير الأول اربعة وخمسين ضرب الصغير تسعة عشر نبدأ نضرب نبدأ في الخانة رقم واحد أربعة في تسعة في تسعة وستة وتلاتين ستة وماية تلاتة وتسعة في خمسة أو خمسة في تسعة بخمسة واربين خمسة واربين وتلاتة تمانية واربعين تمانية واربعين خش في الخانة رقم اتنين ندي انظار بالصفر في الخانة واحد واحد فاربعة باربعة واحد في خمسة بكام بخمسة نبدأ نجمة ستة وصفر ستة تمانية واربعة اتناشر اتنين وفي واحد. واحد واربعة خمسة خمسة وخمسة كاما عشر. يبه الف ستة وعشرين. هنا عندك الف المقام يبه العلامة يدعي تلات ارقام واحد اتنين تلاتة ونضعمين العلامة. يبه واحد صحيح. وستة وعشرين جزء من كاما من الف. وتعالوا ندخل على السؤال السادس. طيب نبدأ في السؤال السادس. نكتب الرقم منزوع العلامة. ستة وعشرين. عندك بعد العلامة في رقم واحد ستة نكسم على عشرة. فيه. نكتب الرقم الثاني منزوع العلامة تلاتاشر. في رقمين بعد العلامة نكسم على مية. من الواضح ان اللي تحت ضربهم ساهل الف. تلات اصفار. نجي ناخد اللي فوق نضربهم الكبير الاول ستة وعشرين. ضربه الصغير تلاتاشر. نبدأ في الخانة رقم واحد. تلاتة في ستة بتمانتاشر. تمانية وماية الواحد. وتلاتة في اتنين بستة. ستة وواحد سبعة. ندي انظار في الخانة رقم واحد. ونخش في الخانة رقم اتنين. اتنين واحد في اتنين واحد في ستة بستة. واحد في اتنين باتنين نبدأ نجمع. تمانية وصفر تمانية. سبعة وستة تلاتاشر. تلاتة وماية الواحد واحد واثنية تلاتة. يبقى تلتمية تمانية وتلاتين. تلتمية تمانية وتلاتين. وعند الم overwhelmة بعد ثلêtre أرقام واحد اتنين تلات ونضع العلامة نضع من الصفل. طيب. نخش على السؤال اللي بعديه 25 عدد منزوع العلامة عند رقمين بعد العلامة نكسم على كام على مية ضرب نكتب الثاني منزوع العلامة 43 في رقم واحد بعد العلامة عشرة اللي تحت ضربهم ساهل 3 صفار والواحد في واحد بواحد نضرب اللي فوق الكبير الاول اللي هو 43 نضربه في الصغير 25 نبدأ نضرب القناة الاولى 5 خمسة في 3 بخمستاشر خمسة وفي واحد خمسة فاربعة بعشرين وواحد واحد وعشرين كده عمخش في الخانة رقم اتنين نضربه صفر في الخانة رقم واحد اتنين في تلاتة بستة واتنين فاربعة بكم بتمانية نجمع خمسة وصفر خمسة وستة واحد سبعة ويا استاز آآ واتنين وتمانية كام عشر يبا الف خمسة وسبعين يبا ناتج دي الف كام خمسة وسبعين عندك الف المقام يبا العلامة بعد تلات ارقام يبا نحط العلامة هنا تمام طيب ندخل في اخر مسال في السؤال نبدأ استاز في اخر مسال في السؤال الاول نكتب العدد منزوع العلامة ست سبعة وستين على هنا في رقم بعد العلامة نكسم على عشرة في تسعة وثمانين على برضو يا عشرة ناخد يا استاز الكبير الاول تسعة وتمانين نضرب في الصغير انه هو كام ست سبعة وستين نبدأ نضرب يا استاز سبعة في تسعة تلاتة وستين تلاتة ومعيز ستة وسبعة كده انا في الخانة الاولى سبعة في تمانية كام سبعة في تمانية بستة وخمسين ستة وخمسين وستة اتنين وكام ستة وخمسين وستة تنيا وسبعين نكتب اتنين وسبعين خش في الخانة التانية نضرب الصفر في الاولى ستة في تسعة باربعة وكام ستة في تسعة بيساوي اربعة وخمسين اربعة ومعي الخمسة وستة في تمانية في كام ستة في تمانية تمانية وربعين طبعا تمانية وربعين ومعك خمسة كام تمانية وربعين وخمسة تلاتة نكتب تلاتة وخمسين نبدأ نجمة ستلاتة وصفر تلاتة واثنين واربعة ستة وسبعة تلاتة عشرة صفر ومعي الواحد ستة يبقى ستتالاف تلاتة وستين ستتالاف تلاتة وستين عندك يا أستاذ المقام في مية عشرة فعشرة مية بل علامة بعض رقمين تمام وندخل على السؤال طيب نبدأ يا أستاذ في السؤال التاني بيقولك أوجد حاصل ضرب مالي باستخدام الخورزمية المعيارية هنبدأ يا أستاذ في الخانة رقم واحد نضرب التسعة مرة في الاثنين ومرة في الاربعة تسعة في اثنين يا أستاذ النتج بثمانتاشر تمانية ومعانا مين ومعانا الواحد وتسعة في اربعة يا أستاذ بستة وتلاتين وواحد سبعة وتلاتين نكتب سبعة وتلاتين طالما دخلت على الخانة رقم اثنين يا أستاذ تبدي انظار بالصفر تحت الخانة رقم واحد تمام نبدي انظار بالصفر واحد في اثنين باثنين واحد في اربعة باربعة ونبدأ نجمة تمانية وصفر تمانية سابعة واثنين تسعة تلاتة واربعة سبعة وركز معي في وضع العالم يبال ناتج سبعمية تمانية وكام وتسعين العلامة هنا في الأول بعد رقم واحد صح وفي الثاني بعد رقم واحد أجمع واحد واحد كام اثنين يبال علامة بعد رقمين في الناتج واحد اثنين وتحط العلامة تمام طيب تعني أخذ مثال نتدرب أكتر نبدأ في الخانة الأولى اللي هي اربعة نضرب الأربعة مرة في الثلاثة ومرة في الخمسة 4 في 3 بـ 12 2 و معي الـ 1 و 4 في 5 بـ 20 و معي 1 يبقى 21 طيب لما دخلت في الخنة رقم 2 تبدي أنزار بالصفر تحت الخنة رقم 1 وتدرب 2 في 3 بـ 6 و 2 في 5 بـ 10 نبدأ نجمع 2 و 0 2 1 و 6 6 و 2 و 0 2 والواحد ما ليش مناظر ينزل طيب بالنسبة للوضع العلامة ركز معاي 6 2 طيب بوضع العلامة الأول بعد هي العلامة بعد رقم والتاني برضو العلامة بعد رقم أجمع 1 و 1 2 يبقى العلامة بعد رقم 1 1 2 نضع العلامة طيب وخش على السؤال البعدي نبدأ في الخنة رقم 1 3 3 في 7 بـ 21 1 و معنا الـ 2 و 3 في 6 بـ 18 18 و 2 يبقى 20 كده أنا دخل في الخنة رقم 2 نبدي أنزار بالصفر تحت الخنة رقم 1 8 في 7 بـ 6 8 في 7 بـ 56 6 و معنا الخمسة و 8 في 6 بـ 48 48 و معنا الخمسة يبقى 3 وكم؟ 53 ونبدأ نجمع 1 زائد 0 و 1 و 0 زائد 6 6 و 2 زائد 3 5 والخمسة ما ليهاش مناظر تنزل هنا العلامة بعد رقم وهنا العلامة بعد رقم نجمع يبقى ناتج العلامة بعد كم رقم 2 ونضع العلامة ندخل في المثال 4 نبدأ في الخنة رقم 1 و 1 اللي هي 2 نضربها مرة في الثلاثة 2 في ثلاثة بـ 6 و 2 في 9 بـ 18 نكتب الثلاثة وخشنا الخنة رقم 2 اللي هي 1 يبقى ندي أنزار بالخنة ندي أنزار بالصفر تحت الأحاب و 1 في ثلاثة بـ 3 و 1 في تسعة بـ 9 و نبدأ نجمع 6 زائد 0 6 و 8 و 3 11 و 1 معي الواحد و 1 و 9 و 10 و 10 و معك 1 يبقى كام 11 العلامة هنا بعد 2 والعلامة هنا بعد رقميا يبقى النتجة يكون بعد 4 أرقام 2 و 2 زائد 4 أدلق 1 2 3 4 ونحط العلامة ونضع الصفر طيب خشنا السؤال اللي بعده نبدأ 7 في ثلاثة بـ 21 و 1 و معي الاتنين و 7 في 4 بـ 28 28 و 32 كده ندخل في الخنة الثانية ندي أنزار بالصفر في الخنة الأولى 9 في ثلاثة بـ 27 7 و معي الاتنين 9 في 4 بـ 36 36 و 32 38 نبدأ نجمع 1 و 0 و 1 و 0 و 7 و 7 3 و 8 و 11 و 1 و 1 1 و 2 و 2 طيب العلامة أنا بعد رقميا و أنا بعد رقميا يبقى النتجة يكون بعد كام بعد 4 أرقام نضع العلامة نضع كمان مثال نبدأ بالخنة الأولى 9 في ثلاثة بـ 27 7 و معي الاتنين 9 في ثلاثة بـ 18 18 و 22 كده أنا داخل في الخنة الثانية ندي نضرب الصفر تحت الأولى 4 في ثلاثة بـ 12 2 و معي الواحد و 4 في ثلاثة بـ 8 و معي 1 و 9 و نبدأ نجمع 7 و 0 و 7 0 و 2 و 2 2 و 9 كام في الناتج 11 بدأ العلامة بعد رقم 1 و العلامة أنا بعد 2 يبقى العلامة في الناتجة تكون بعد كام 3 1 و 2 و 3 و نضع العلامة 3 و 4 في 9 36 36 و 3 و 39 9 و معي 3 4 في 1 بـ 4 4 و 3 كام 7 كده أنا داخل في الخنة الثانية ندي ننظر بالصفر في الخنة الأولى 7 في 8 بـ 56 6 و معي الـ 5 و 7 في 9 بـ 63 63 7 في 6 63 و معي 5 و 8 و 60 8 و معي 8 و معي 6 تمام 7 في 1 بـ 7 7 يا أستاذ و 6 13 نكتب 13 نبدأ نجمع 2 و 0 2 9 و 6 الناتج 15 5 و معي الـ 1 7 و 1 8 8 8 و 8 16 6 و معي الـ 1 1 و 3 4 والـ 1 ما ليش مناظر ينزل هنا العلامة بعد رقم وأنا بعد 2 1 زائد 2 3 يبقى النتج بعد 3 1 2 3 هنضع العلامة خش على السؤال اللي بعده 6 في 2 بـ 12 2 و معي الـ 1 6 في 5 30 و 1 و 31 و 1 و معي الـ 3 و 6 في 2 بـ 12 12 و 3 و 15 كده أنا دخل على الخنة رقم 2 نبدأ نزل بالـ 0 في الخنة الأولى 2 في 2 بـ 4 2 في 5 بـ 10 و معي الـ 1 و 2 في 2 بـ 4 و 1 5 نبدأ نجمع 2 و 0 2 و 1 و 4 و 5 و 5 و 0 5 و 1 و 5 كم 6 أنا العلامة بعد رقم 1 وأنا بعد صفر يبقى النتج بعد كم 1 نضع العلامة بعد 1 نجي أنا نقش للأخر سؤال في السؤال الثاني نبدأ يا أستاذ في السؤال الثالث أوجد خارج قسمة ماني تمام؟ طيب ركز معي كل تركيزك يكون على المقسوم عليه يعني اللي قبله يساوي تمام؟ هنا اللي قبله يساوي يا أستاذ العلامة بعدها رقم يبقى لازم نضربه في 10 تمام؟ واللي تعمل المقسوم عليه تروح تعملها للمقسوم تمام؟ طيب لما تضرب في 10 العلامة تتحرك للأمام حركة أنا تيجي قدام لتنين فيصبح المقسوم عليه كام؟ 12 طيب والمقسوم عليه تتحرك برضو حركة للأمام تيجي قدام الـ 6 8 و كام؟ و 16 نبدأ نقسم يا أستاذ 8 على الواحد ما ينفع على الـ 12 ما تنفعش ليه لأن الثمانية أصغر من الـ 12 ندي أن نضرب الصفر ليه عشان هناخد واحد كمات بقت 81 على الـ 12 فيها الكام؟ نبدأ نسمع يا أستاذ في جدول الـ 12 غيرت ما نوصل للـ 81 أو حاجة قريبة منها طيب هنا يا أستاذ هنقسم الـ 81 على مين على الـ 12 نبدأ يا أستاذ نبدأ بالـ 12 ونزود كل مرة 12 هدي لك 12 و 12 24 24 2 2 زائد 4 6 و 1 زائد 2 3 2 زائد 6 8 و 1 زائد 3 4 وهكذا يا أستاذ طيب نبحث على الـ 81 هل موجودة؟ مش موجودة خذ الأصغر منها طيب ينفع ناخد الأكبر منها الـ 84 لا خذ الأصغر منها اللي هي 72 نكتب 72 تحت الـ 81 ونطلع الـ 6 الصغيرة فوق تمام ونطرح 81 لو شلنا منهم 72 كام الناتج يدينا 9 تمام نروح كاتبين 9 طيب الـ 9 نفع نقسمها على الـ 12 لا يبقى ننزل بالله عليها الضغر اللي هي مين اللي هي الـ 6 تبقى 96 تمام طيب 96 موجودة للهانة لا يبقى نبدأ نزود كمان غيرت ما نصل للـ 96 أو حاجة أصغر منها 2 زائد 4 6 1 زائد 8 9 دي الخانة رقم كام 8 أيها أستاذ وصلت لها 96 نباروزها 96 نكتبها تحت الـ 96 والـ 8 اللي هي صادها نكتبها فوق ونبدأ نطرح 6 نقص 60 9 نقص 90 المسألة صفرت معي بما ناتج 68 طيب ندخل على السؤال الثاني المقسوم عليه هنا كام العلامة بعدها رقميا يبقى هنا نضرب في 100 نضرب في كام في 100 المية اللي ضربت فيها المقسوم علي تروح تعمل هي تضرب فيها المقسوم برضو هنا نضرب ها في 100 طيب المية يبقى على ما تتحرك حركتين تصبح 5 يبقى المقسوم عليه 5 أبو دي تتحرك حركتين 625 حدلك حركة الثانية تجي من جدها 625 نبدأ الـ 6 ينفع نقسم مع الخمسة أيوة يا أستاذ ينفع الـ 6 دي فيها كام خمسة فيها خمسة وحدة بس نكتب واحد ما نرجحش فاضي وانا راجع نضرب واحد في خمسة بخمسة نبدأ نطرح 6 نقص خمسة واحد الواحد ما ينفعش نقسم مع الخمسة ننزل بالعلي الطور اللي هو الـ 2 بقت 12 عشر اثنين الـ 2 ما ينفعش عن الخمسة ننزل بالرقم الجديد اللي هو 5 بقت 25 25 تقبل عن 5 أي فيها الخمسة ما نرجحش فاضي 5 في 5 25 نطرح 5 نقص 50 و2 نقص 20 يابا الناتج يا أستاذ كام 125 طيب نخش على السؤال الثالث المقسوم عليه العلامة بعدها كم رقم 3 أرقام يابا نعمل في المقسوم يابا برضو نضربها في 1000 يعني نتحرك العلامة كم حركة 3 حركات يعني نتيجة قدام السابعة فتصبح 7 عشر مال مال عشر لازم وليت تتحرك 3 حركات تصبح كام تصبح 1491 طيب يبدأ 1491 نبدأ نكسب الواحد ما أقبلش على السابعة نضرب الصفر في وقلي عشان ناخذ خانتين بقي الـ 14 الـ 14 فيها كم سابعة فيها سابعة 20 ما نرجح فاضي نضرب 2 في سابعة بـ 14 نبدأ نضرح 14 نقص 14 صفرت الصفر ما أقبلش بننزل بالعلي هالطور التسعة تسعة فيها كم سابعة فيها سابعة وحدة ونضرب 1 في سابعة بسابعة ونبدأ نضرح 9 نقص 7 2 2 ما تقبلش على مين نقبلش على السابعة ننزل بالواحد بقية 21 21 على السابعة فيها الكام فيها 3 نرجع نضرب ثاني 3 في سابعة 21 ونبدأ نطرح 1 نقص 1 0 2 0 0 يبن ناتج 200 وكام 200 طيب ندخل على السؤال اللي بعدي المقسوم عليها كام بعدها رقم 1 يبن نضربها في 10 اللي عملت في المقسوم علي تروح تعملها في المقسوم تضرب برضو بعشر لما تضرب في عشر اهلا العلامة تحرك حركة لقدام تيجي قدام الستة تصبح ستة ودية تتحرك تيجي ما بين التسعة ومين والستة تيجي ما بين التسعة ومين والستة نبدأ نكسم 3 ما تقبلش على الستة يبن تروح تدي انظار بالصفر لانك هتاخد خانتين تمام بيجي ستة وتلاتين على الستة فيها الستة ترجعش فاضي ستة بستة بستة وتلاتين نضرح ستة نقص ستة صفر وثلاتة نقص تلاتة صفر صفر ما قبلش ننزل باللعله الدور اللي هي مين التسعة التسعة فيها كم ستة التسعة يا استاذ فيها ستة وحدة نرجع نضرب واحد في ستة بستة نضرح تسعة نقص ستة تلاتة طيب التلاتة ما تقبلش على الستة نزود صفر بيجي التلاتين تلاتين على الستة فيها كم فيها الخمسة تمام نرجع نضرب خمسة في ستة بتلاتين أطرح سفر نقص صفر 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 يبا الناتج ستمية وكم ستمية وخمستاشر والعلامة بعد كم رقم بعد رقم واحد يبا واحد ستين ونص تمام ندخل ندرب طيب نبدأ في المثال البعدي من الملاحظ يا استاذ هنا ايا ان المقسوم عليه ما فيش غير رقم واحد بعد العلامة بنضرب في عشر واللي عملنا في المقسوم عليه نعمل في المقسوم تمام معنا ضربته في عشر العلامة تيجي قدام الستة فتصبح ستة ابو هنا تيجي ما بين الستة والستة اثنين اربعة على الستة والعلامة بين الستة والستة نبدأ نكسم اثنين او استاذ تقبلش على الستة وبا كده هناخد خنتين جانب بعض ندي ننزل بالصفر فوق بقت اربعة وعشرين على الستة فعل كام فيها الاربعة ما نرجح فاضي نضرب اربعة في ستة باربعة وعشرين واضي واحد في ستة بستة نطرح ستة نقص ستة صفر ما ينفعش نكسم ننزل عليها الدور ستة ستة على الستة فيها الواحد واحد في ستة بستة نطرح سفر العلامة بعدها رقم واحد يبقى نحبطها بعد رقم واحد يبقى واحد ووربين واحد من عشر طيب ندخل على السؤال الاخير طيب نبدأ في السؤال الاخير هنا المقسوم عليه بعد راقم يبقى نضربه في عشر والمقسوم نفسه عن الكلام نضربه في عشر يبقى تمانية هنا وهنا يبقى ايه العلامة بين الاتنين والتسعة تسعة تسعة علامة اثنين تسعة التمانية التسعة فيها تمانية فيها تمانية واحدة نرجع نضرب واحد في تمانية بتمانية تسعة ناقص تمانية واحد الواحد ما يقبلش نمزل عن الدور التسعة 19 فيها 8 فيها 2 تمام ونضرب 2 في 8 ب 16 نبدأ نضرح 9 نقص 6 ثلاثة واحد واحد نقص واحد صفر ما ينفحش ننزل على الدور 32 فيها 8 فيها 4 ثمانيات نرجع نضرب 4 في 8 ب 32 لو ضرحنا هيها تصفر معنا العلامة بعد رقم نضحها بعد رقم يبقى 12 و 14 وندخل على السؤال الرابع وهنا يا أستاذ طالما عندك المية بفضل أن تتجسم الخط بالعشرة عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين كده سبعين تمانين تسعين مية تمام طالما بتكسم على خمسين يبقى المجموعة نضح فيها خمسين هذه لك واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة هذه لك أول خمسين نضحهم في مجموعة مجموعة رقم واحد ونضع الخمسين الثانية فيها برضو في مجموعة هذه لك عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين نضع الخمسين الثانية فيها مجموعة يبقى عدد المجموعة كام إثنين يبقى المية على الخمسين فيها الكام فعل إثنين هنا طالما عشرة يا أستاذ يبقى نقسم بالواحد أفضل واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمام هنا بنقسم على خمسة يبقى المجموعة نضح فيها خمسة هذه لك أول خمسة بأول مجموعة ثاني خمسة ثاني مجموعة تمام؟، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس تمام؟ دولة خمس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبدو ده المجموعة الأولى ده المجموعة الثانية يبقى، نعمل 5eing two تمام؟،، مجموح دية طيب، الواحد الصحيح يبدو ضلاan بعد واحد صحيح، معس legend في الواحد من عشر وحد من عشر اخرين من عشرة ثلاثة ده من عشر أربعة من عشر خمسة من عشر اللي هي نص ستة من عشرة سابعة من عشرة تمانية من عشرة تسعة من عشرة هذه لك واحد صحية طيب بنقسم بالنص يعني الخمسة بالعشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هذه اول مجموعة خمسة من عشرة ودي تاني مجموعة خمسة من عشرة يبقى فيها الاتنين طيب هنا الالفين يفضل اننا نقسم بالمية مية ميتين تلتة مية وربع مية يفضل اننا نقسم بالخمسمية افضل لانها تطول معايا وهي اعناتها بشوية نقسم بالخمسمية افضل عشان ده الفين كبيرة شوية هدي لك خمسة من صفر مفوت كنا كلها نبدأ من الصفر لان الصفر محسوب بالغاية الواحد صفر خمسمية كده الف كده الف وخمسمية كده الفين طيب انا عاوز نقسم المجموعة نحط فيها خمسمية كده اول مجموعة خمسمية خمسمية الف دي تاني مجموعة دي تالت مجموعة دي رابع مجموعة يعني بعدد المجموعة اربعة تماما ندخل على السؤال رقم خمسة طيب نيجي في السؤال خمسة اذا علمت ان ضرب 16 في 29 بقام عام بربع مية كام 64 طيب بيقول لك فاوجد ناتج مالي بدون اجراء عملية الضرب يعني ما تضربش خلاص هو وعدك من ناتج يعني هازك تحط العلامة العلامة في الرقم الاول بعد صفر ما وراهش فيش علامات اصلا هنا في العدد الثاني العلامة بعدها رقم واحد يبال الناتج هتكون بعد صفر زاد واحد واحد بعد رقم واحد بس ان ناتج ضرب مدلي كامي عام جل اناك 464 الاول العدد الاول العلامة بعد رقم والعدد الثاني العلامة بعد رقم يبال يعني اللامة عام مجموعة جنوب بعد كم رقم رقمي واحد يدين نحط العلامة. طيب قد إجابينا هنا الناتج بدلئ كامي عم تضارب ربع مية و 60. أول بعد رقميًا والتاني بعد رقم يبدأ العلامة في النتج بعد ثلاثة أرقام ونحط العلامة طيب. الآن الناتج نpes مع ربع مية و 64. العلامة هنا بعد رقم مية وهان بعد رقميًا يبدأ المجموع أربعة لناتج بعد 4. 1 2 3. لابدو إحزم 3. هي 5 بزيد 0 وتضع الأعلامة. طيب الناتج 24 Podم 435. هنا العلامة بعد صفر لا يوجد 채널 علامات. أنا العلامة بعد رقميا. 022 يبقى نحط الأعلامة بعد رقميا. Прينجل هنا. الناتج 64 Podم 435. هنا الآلامة بعد 2 quelques ترك vielen. يا صفر waveformي القواعد named 0. الناتج كان بعد 2. 1 2 ان أضع الأعلامة. تمام?, نسوء على السؤال. طيب نبدأ بقون. يقول لك لإجراء عملية القسمة دي نقوم بضرب المقسوم والمقسوم عليه في نقط. والله يقول تركيزك على المقسوم. المقسوم بعض يق режим نضربه بعشرة. والعشرة التي نضربها في المقسوم ان نضربها فيًا نضربها في مقسوم. يقوم نضرب في كم؟ في عشر. طب لو كانوا رقمين في المقسوم وعليه نضربها في كم؟ في مئة كانوا ثلاثة أرقام نضربها. عملية الضرب دي تكافئ التعبير أنا. والله هنكتب العدد الاول منزوع العلامة يعني 13 علم. عندي رقم واحد بعد العلامة نكسم على عشرة فيه. نكتب الرقم الثاني منزوع العلامة علم. عندي رقم واحد بعد العلامة يبقى عشرة. يبقى تكفي انه 13 على عشرة في واحده 40 على عشرة يعني الاختيار رقم دال. طيب نقش على السؤال الثالث. خارج قسم دا يسوي كم? المقسوم عليه هانا كم يا استاذ? بعدي رقمين يعني المفروض نضربه في كم? نضربه في مية. يبقى المقسوم عليه ضربته في مية نضرب المقسوم في مية. فتصبح ايه او استاذ? العلامة تتحرك تصبح 51. هنكسم على الواحد وخمسين. وهانا العلامة تتحرك حركة والحركة التانية نخليها صفر. ونبدأ نكسم. الخمسة ما تكبلش على الواحد وخمسين ناخد خنتين نبدي ان نضرب الصفر. بيجت 51. واحد وخمسين على الخمسة فيها الواحد. نرجع نضرب واحد في واحدة خمسين وبواحد وخمسين ونطرة. كده صفر صفر. الصفر يا استاذ ما يكبلش طبعا على الواحد وخمسين. ننزل بالصفر الجديد وركز معي لما يكون في النهاية صفر نضل على فوق. يبقى تصبح عشر. وان العشرة تردي. خارج عملية قسمة في المسألة التي يمثلها خط الاعداد المقابل. اخر حاجة وصلت لها كام? عشرين. على. بيجسم بالمجموعة يحط فيها كام? المجموعة بيحط فيها خمسة. يبقى عشرين على الخمسة تساوي اربعة. تمام? او في واحد يعد للمجموعة تقول لك مجموعة كده اثنيا كده ثلاثة كده اربعة. يبقى خارج القسمة هيكون كام? اربعة. دي صح ودي صح. ماشي? نقش على السؤال الخامسة. وهنا في السؤال رقم خمسة بيقول لك مسألة القسمة التي يمثلها خط الاعداد. اخر حاجة وصلت لها المية. يبقى دا المقسوم. على. شوف المجموعة حطت فيها كام? المجموعة حطت فيها خمسين. يبقى المقسوم عليه خمسين. تمام? يبقى مية على الخمسين اللي هو لستجابة با. لاجراء عملية القسمة. دي. نضرب المقسوم عليه والمقسوم في كام? بص على المقسوم عليه. في ثلاثة ارقام يبقى نضربه في الف. يبقى نضرب المقسوم عليه في ألف نفس الكلام نضرب المقسوم في كام في ألف يبقى نختار ألف تمام نبدأ هنا في السؤال السابق بيقولك إذا كان ثمن كيلو جرام واحد من الخضروات كام 13 جينية واثنين من عشرة فما ثمن خمسة وواحد من عشرة كيلو جرام من نفس النوع طيب هنا يا أستاذ بيقولك ثمن الكيلو الواحد كام 13 واثنين من عشرة عاوز فما ثمن خمسة كيلو واحد من عشرة يعني أنا منضر أننا نكرر 13 واثنين من عشرة خمس مرات واحد من عشرة يعني بالجامع صح ولا لا طبما الجامع هو تكرار لعملية الضرب هو تكرار لعملية الجامع صح يبقى نضربهم في بعض خمسة واحد من عشرة تمام طيب نضرب نضرب إزاي باستخدام الخوارزمية المعيارية تمام نكتب الكبير 132 32 ونضربها في الصغير اللي هو 51 نبدأ نضرب واحد في اثنين باثنين واحد في تلاتة بتلاتة واحد في واحد باحد كده أنا ادخل على الخانة التانية نأدي نضرب الصفر خمسة في اثنين بعشرة صفر ومعي الواحد 5 في 3 ب 15 و 1 و 16 و 6 و 6 و 1 و 5 و 1 و 6 نبدأ نجمة 2 و 0 2 و 3 و 0 3 و 1 و 6 و 6 و 7 و 6 مليهاش مقابل تنزل هنا العلامة بعد رقم وهنا العلامة بعد رقم يبقى على ناتجها يكون بعد كم رقم رقمين تمام تاني المسألة دي شمفين ناس لسا برضو موصلتاش الفكرة من دي كيلو جرام 1 من الخضروات 13 و 2 فما سمن 5 كيلو يعني انت عايز تكرر دي 5 مرات بالجامع ضم الضرب هو تكرر للجامع بدن ما تكررها بالجامع 5 مرات تعمل اضربهم في بعض طيب اذا كنت بحاجة الى شراء 1.5 كيلو جرام من التفاح لوالدتك بسعر يبقى كيلو نص سعر كام 40 جنه و نص للكيلو جرام الواحد ثم المبلغ الذي ستدفعه تمام ركز معاك نص يبقى انت عايز تشتري كيلو نص تمام من التفاح لوالدتك بسعر 40 جنه و نص ثم الانجرام للكيلو الواحد ثم المبلغ الذي تدفعه والله يا استاذ نضرب عدد الكيلو نضرب السعر اللي هو 40.5 نشيل العلامة خالص 40.5 نضرب يا استاذ في العدد الكيلات اللي انت هتشتريها انت هتشتري كيلو نص يبقى نضربه في 15 نشيل العلامة خمسة في صفر بصفر و خمسة في خمسة و عشرين و خمسة و معايا اللي اتنية و خمسة في صفر بصفر و معايا اتنين يبقى اتنين و خمسة فاربعة بعشرين زائد كده انا داخل على الخانة التانية نضرب الصفر في الاولى واحد في صفر بصفر و واحد في خمسة بخمسة و واحد في صفر بصفر 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 ارقام. تمام? يبقى ستين جنيه كام? وسبعمية وخمسين جزء من الف. وندخل على السؤال. السؤال التالت بيقول لك اذا اذا كان سمن الكتاب الواحد. الكتاب الواحد بكام? خمسة وتلاتين وسبعة. فما سمن اتنين واربعين كتابا. يعني انا عاوز نكرر الكتاب ده اللي هو بخمسة وتلاتين وسبعة. عاوز نكرر اتنين واربعين مرة بالجامعة. صح ولا لا? اما الضرب هو تكرار للجامعة. يبقى ناخد الثلاثة وثلاثين وسبعة. من الشيء للعلامة ونضربهم في عدد الكتب اللي هو اتنين واربعين ونبدأ اياه نضرب. اتنين في سابعة باربع داشر اربعة وفي واحد. اتنين في خمسة بعشر او واحد احد عشر. واحد وفي واحد. اتنين في التلاتة بستة ومعك واحد يبقى سابعة. كده انا ادخل في الخنة رقم اتنين لدي انضرب بالصفر. اربعة في سبعة في تمانية وعشرين. تمانية ومعاية اثنيا. اربعة في خمسة بعشرين. عشرين واثنين واثنين وعشرين. اثنين ومعاية اثنيا. اربعة في ثلاثة في اتناشر واثنين اربعة عشر. نبدأ نجمة. اربعة وصفر اربعة. واحد وتمانية تسعة. وسبعة واثنين تسعة. واربعة وواحد. ما لهمش مناظر ينزل. هنا بعد رقم واحد. يبقى نقضع العلامة بعد رقم واحد. يبقى 842 كتاب 1499 وعباعم كام من عشر ندخل على السؤال الرابع هنا في السؤال الرابع بيقول لك اشترى مالك 2.3 من 10 كيلو جرام من الموز 8 كيلو الواحد كام 15 وكام وخمسة أوجد المبلغ اللذي دفعا نضربهم في بعض يبقى نقول له 1.5.5 نشيل العلامة نضربه في اشترى كام عدد الخلوهات 2.3.10 نضرب 3.5.15 وخمسة وفي واحد 3.5.15 وواحد ستاشر ستة وفي واحد 3.1 بثلاثة ومعي واحد يبقى اربعة كده داخل على الخانة التانية ندي انظار 2.5 بثلاثة صفر وفي واحد 2.5 بثلاثة وواحد احداشر واحد وفي واحد 2.5 بثلاثة نجمة 5.05 وستة وزير وستة واربعة وواحد خمسة والثلاثة ملعج مناظر هنا بعض رقم هنا بعض رقم يبقى العلامة بعض رقمين تمام ندخل في السؤال الخامس يمتلك احمد اربعة بيقولك يمتلك احمد اربعة ونص متر من السلك مقسم الى قطع متساوية في الطول طول القطع كام 3.10 متر فما عدد القطع في السلك يعني عاوز نعرف الاربعة ونص دول عاوز نعرف فيهم كام 3.10 عدد الثلاثة من عشرة فيهم كام يعني تقسيم هنجسم الاربعة ونص على الثلاثة من عشرة عشان نعرف مين عدد عند كام قطع هنا المقسوم عليه كام المقسوم عليه بعد العلامة ما فيش غير رقم واحد يبقى نضرب في عشرة وبرضو نضرب المقسوم في عشرة فتصبح هانا العلامة تتجدى من حركة قدام الخمسة تصبح خمسة واربعين على مين على الثلاثة فيها الخمستاشر يبقى عددهم كام خمستاشر قطع بيقول لك وزع قسمة بالتساوف في اليوم الواحد يبقى ده قسمة وزع رجل مبلغ كام الرجل ده وزع واحده سبعين ونص جنيع على عدد من الأشخاص كان نصيب كل واحد منهم كام خمسة ونص فما عدد الأشخاص يبقى نصيب الواحد كام خمسة ونص يعني عايز نعرف الواحده سبعين ونص فيهم كام خمسة ونص المقسوم عليه كام يا أستاذ المقسوم عليه بعد العلامة بعدها رقم يبقى نضرب في عشرة واللي عملته في المقسوم عليه نعمله في المقسوم فتتحرك حركة تصبح سبع مية وخمستاشر على الخمسة وخمسين تمام يا أستاذ نبدأ نكسم نكسم باستخدام مين باستخدام الخورزمية المعيارية سبع مية خمستاشر على الخمسة وخمسين هنا السابع ما تقبلش على الخمسة وخمسين ناخد واحده سبين الواحده سبين فيها كام واحده خمسين دي تبه سبعة آه ستة ودي رحضي جنبها واحد تبه احداشر. احداشر نقص خمسة ستة. وست نقص خمسة واحد بيقيت ستاش. ستاشر ما تقبلش عن خمسة وخمسين. نزل عليها الضور بيقيت خمية خمسة وستين. المية وخمسة وستين فيها كم? خمسة وخمسين. فيها يا استاذ. فيها تلاتة. نبدأ نضرب تلاتة في خمسة بخمستاشر. خمسة وفي واحد. تلاتة بخمسة بخمسة جير واحد ستاشر. نبدأ نضرح صفر صفر صفر. تمام? يبا النتج تلتاشر. يبا عددهم كام? عدد الاشخاص تلتاشر واحد. تمام? ندخل على السؤال السابع. في السؤال السابع انا بيقول لك مع رامي سبعتاشر ستة من عشرة. من الحلوى فقام بتعبئته في اكياس بحيث يكون كل كيس. كل كيس كام اربع من عشرة. فما عدد الاكياس? يبا عاوز نعرف. عاوز نعرف السبعتاشر والسابع وستة من عشرة فيهم كام? اربعة من عشرة. المقسوم عليه بعد العلامة في رقم. يبا نضرب في عشرة. يبا برضو نضرب المقسوم في عشرة. اتحرك على علامة يبا مية ستة وسبعين على الاربع. نبدأ باستخدام القسمة العيارية. طيب نقسم المية ستة وسبعين على الاربع. الواحد ما اقبلش على الاربع ندي نزرب اشانا ناخد خانته. السبعتاشر فيها كما اربع? فيها اربعة. اربعة فاربعة باستة اشر. نضرب اربعة فاربعة بستة اشر نضرح واحد صفر. الواحد ما اقبلش على الاربع ننزل بد Left-Dur 16. الستة تقبل على الاربع فيها الأربع. نرجحش فاضي نضرب اربعة فاربعة بستة اشر كده هنصفر سفر صفر يبا الناتج اربعة وربعين. يبا السؤال رقم 8 لدى هند شريط زينة طولة كام طولة 15 متر طيب قامت بتقسيمه تقسيمها اكيد يعني قسمة الى اجزاء متساوي بحيث يكون طول كل جزء الجزء الواحد باثنون ونص متر فما عدد الاجزاء يعني عاوز يعرف الخمستاشر فيها كام اثنون ونص المقسوم عليها انا كام يا استاذ بعدي رقم العلامة بعدها رقم بنضرب في عشرة وانا في عشرة دي بقت مية وخمسين على العلامة تتحرك بقت خمسة وعشرين تعال نعرفوا المية وخمسين فيها كام خمسة وعشرين نعمل علامة القسمة الطويلة مية وخمسين على الخمسة وعشرين هنا يا استاذ ركز معاي الواحد ما اقبلش على الخمسة وعشر olds اصغر منن tab первый Everyone المية خمسين يؤسس فيها كام خمسا وعشين خمسا وعشين وخمسان وعشين خمسين يببى الخمسين فيها كام خمسا وعشين فيها اثنين يببى الرابع خمسا وعشرينات يببى مية و خمسا وعشر وخمسا وعشين خمسين يببى كده مية وخمسين يببى فيها الْزِ يببى فيها الست يببى ست اجزاء ندخل على السؤال الأخير اذا كان ثمان 13 قلم urdPER Heather Thomas ثمان الوحن نوع الواحد كان 32 آه 8 هم كلهم ب32 ركز معاي 8 هم كلهم ب32 الجلم الواحد بيقولك إذا كان سمن 13 قلم يبا عدد الأقلام 13 من نفس النوع 8 13 جلم 32 ونص سمن سمن القلم الواحد يبا نجسم 32 32 ونص اللي هو سعر الأقلام نجسمهم على 13 جلم ونعرف 8 الجلم الواحد قام تمام تعال نجسمه على 13 نقسم 32 ونص على 13 نعرف سعر الواحد قام 3 ما تقبلش على 13 أصغر منها ندي أنظار حتى نعتبها 32 32 فيها كم 13 فيها 2 نرجع نضرب 2 في 13 بـ 26 نطرح 32 هنشيل منهم 26 6 تمام 6 6 ما تقبلش على 13 تبقى 65 65 على 13 فيها خمسة 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 وستين كده صفرت يبا سعر الجلم الواحد كام نكتب 25 العلمة بعد رقم يبا سعر الجلم الواحد اتنين ونص جنيه طبعا يا أستاذ ندخل على فكر وانا يا أستاذ بيقول لك فكر اقرأ ثم أجب توزح سميرة 20 لترا من العصير بالتساوي يبا سميرة معها كامل حاجة سميرة معها 20 لتر بالتساوي توزع يعني بتجسمهم على أكواب بحيث يكون بكل كوب الكوب الواحد بتحط فيه 4 من 10 فما عدد الأكواب يعني عازوا تشوف العشرين دي فيها كام 4 من 10 خلاص المقسوم عليه بعد العلامة في رقم يبا نضربه في 10 وبرضو المقسوم نضربه في 10 كده دي بيجيت ميتين ودي أتبقى 4 الميتين لو وزحته مع 4 أشخاص كل واحد ياخد كام 50 يبا عدد الأكواب 50 كوب تطبيق بيقول لك اقرأ ثم أجب أوافق أو لا أوافق تقول عبير إن خارج قسم دي على دي هو 2 فهل توافقها تعالى نشوف المقسوم عليه بعد رقم نضربه في 10 ونضرب المقسوم في 10 بيجيت دي تتحرك علىه ودي حاركة بيجيت 14 على السبعة 14 على السبعة تساوي 2 طبعا أوافقها ليه؟ لأن 14 على السبعة تساوي كام 2 وندخل على اختبر طيب بيقول لك اختبار الأضواء على المفهوم الأول تمام؟ تركز معاي بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة بيقول لك ركز معاي هنا يوز طبعا يا أستاذ اختبار الأضواء على المفهوم الأول وطبعا اختبار الأضواء على الوحدة كاملة إن شاء الله ده هتحل في فيديو وحدة للناس اللي هتتابع مين ما عملش لايك للفيديو انزل زبط الدنيا أكيد ما اشتركتش في القناة ولا عملتش لايك للفيديو ولا فعلت الزر الجرس أهم حاجة لما تيجي تشترك في القناة إن انت تفعل زر الجرس لي يا أستاذ عشان أول منزل فيديو يصلك أول واحد أنا عمد يسر بتمنى أنتم ما تنسنوش الدعوة جميلة وتنسوا ما تنسوش والدي الله يرحمه والسلام عليكم